مبارح عقد الدكتور مصطفى مدبودي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا وتكلم فيه طبعا عن جوانب كتير كان أبرزها صدور عدد من القرارات لصالح المواطن ده غير الإعلان عن تفاصيل حزمة التسهيلات والتيسيرات الضربية خلال الفترة اللي جاية ده علشان يكون فيه ثقة ما بين المولين ومصلحة الدرائب تفاصيل أكتر عن أهم ما جاء في هذا المؤتمر وتفاصيل أكتر كمان عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضربية خلال الفترة القادمة كل ده هنتعرف عليه دلوقتي من ضفنا اللي منوارنا في الستوديو دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دكتور مصطفى صباح الخير يا فان صباح النور يا سوزي محمد يا أهلا بحضرت أهلا بحضرت طبعا تصريحات كتيرة جات مبارحة للسان رئيس مجلس الوزراء في هذا الاجتماع وأن الحكومة طبعا يعني هذه التصريحات بتعكس اهتمام الحكومة وحرصها على تأمين كل السلع الأسسية لفترة طويلة زي الأمح وخلافه من المنتجات إيه أبرز التصريحات اللي حدا توقفت عندها بص خلينا نقول في البداية أن زي ما حك أشارت في البداية أن الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بعملية تأمين السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية وده مش من وليد اللحظة ده احنا شفناه من خلال السنوات الماضية بالأخص من بداية المشروع القومي للصوامع الاستراتيجية المتعلقة بتخزين الأمح لمواجهة أي أزمات أو أي طوارئ ممكن تحدث في المستقبل وده أمننا بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت بعد نشوب أزمة الروسية الأوكرانية ومتبعه من تدعيات على الاقتصاد العالمي من تزايد في أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية وبالتالي أسعار القمح وبالتالي الدولة المصرية بتنتهج سياسة الدراسات المستقبلية بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا عندي متغيرات كل يوم بتحصل فوفقا للمتغيرات دي أنا بحط السيناريوهات بستشرف بيها المستقبل وفقا لإمكانياتي والموارد واللي أقدر أتجنب بيه أو أقلل من التدعيات السلبية اللي ممكن تحصل وبالتالي إحنا شايفين النهج ده خلال التمن سنوات بالتحديد الماضي بنشوفه على مستوى تأمين السلع الاستراتيجية بنشوفه كمان في إعادة اكتشاف الدولة المصرية لمواردها من جديد من خلال تعظيم القيمة المضافة لأي موارد أن أنا ما أطلعش الموارد الخام ومثلا أبيعه عشان أجيب دولار بس لكن وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم يكون فيه طعمق أكتر للمواد الخام في الصناعة تعظيم الاستفادة تحويل بالضبط تعظيم الاستفادة أو الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة عندي وفقا للمفهوم العريض التنمية المستدامة طيب احنا يمكن كمان تحدث رئيس الوزراء بالأمثل على أن برميل البترول زاد بحوالي 10% وده طبعا ارتفاع كبير جدا مع الارتفاعات والضيوط اللي بتمر بيها الدولة اقتصاديا وكمان المواطنين كمان بيشعر بارتفاع شديد في الأسعار في أغلب الأمور الحياتية قرأت هذا الكلام ازاي وكيفية تعامل الدولة مع هذا الموضوع تمام الملف ده في غاية الأهمية جدا يا سيزة دينا لأن بيترتب عليه كثير من الأمور الخاصة بتلبية احتياجات المواطن لالتزاماته الشق الأولاني بيتعلق بكيفية مواجهة الدولة لارتفاعات أسعار البترول وفقا للمتغيرات والتوترات اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي ده احنا بنشوفه من خلال تسريع وطيرة البحث والاستكشاف والتنقيب مع الشركاء الأجانب لزيادة عمليات الانتاج ده بيأمن جزء والجزء الآخر اللي احنا بنستورده الدولة حطف حزبانها من قبل بداية العام المالي الحالي في 36 الماضي ان فيه زي ما قلنا باستخدام السيناريوهات اللي بتستشرف المستقبل وفقا للمعطيات اللي موجودة في الاقتصاد العالمي بتقدر ان هي تحط احتياطات او مخصصات موجهة لعمليات الاستراد تأمن بها احتياجاتها لفترة لا تقل عن سنة قدام عشان تقدر تواجه هذه الارتفاعات يعني وفقا للتغيرات الاخيرة اللي حصلت على الساحة الدولية والحرب في غزة وتطورات ما بين اسرائيل وايران ابتدينا نشوف فيه ارتفاعات فيه اسعار البترول وفيه توقعات ان لو استمر حدة الصراع او الوقت بتاعه طال ممكن نشوف سعر البرميل تعدى المير ده اللي تكلم عليه بارح دكتور مصفى مدبولي نحن ممكن معرضين لاقتصاد الحرب بالزبط لكن في الموازنة العامة للدولة بيكون فيه بندل الاحتياطيات اللي الدولة بتبقى مخصصة لأي ازمة او اي طارق ظهر خلال العام المالي بتقدر انها تتعامل من هذا الاحتياطي وبتقدر تلبي احتياجاتها بدون ما يحصل ازمة تأثر على المواطن لان عدم وجود مثلا بترول موجود في الدولة المصرية ده بيأثر على اسعار السلع وعدم وجود السلع بشكل كبير جدا ده امن قومي طبعا اه فبيأثر كمان على معدلات التضخم تمام طيب دكتور انا عجبني اوي وحضرتك بتتكلم انه قلت ان احنا دايما الدولة حريصة يكون عندها رؤية استباقية وبتحط كافة السيناريوهات قدامها واسوأ سيناريو حتى بيكون معمول حسابه سواء كانت في الاحداث الخارجية اللي احنا عملناش دخل فيها او حتى الحاجات الداخلية يعني هل مثلا الدولة بتكون حريصة ان هي تتابع باستمرار مثلا وليكن معدل الزيادة السكانية بهذه الوتيرة فاحنا نعرف ان يكون مثلا السنة الجاية احنا محتاجين استهلاكنا وليكن من الامحة يكون عامل ازاي من الرزة يكون عامل ازاي بتكلم عن السلعة الاستراتيجية مثلا وفق الزيادة السكانية طيب فيه ضغط مثلا على رسالة معينة السنة اللي فاتت والسنة دي فنتوقع أن الزيادة الضغط يكون السنة الجاية فهنحتاج نزرع منها أكتر أو ننتج منها أكتر هل ده بيكون برضو معمول حسابه من ضمن السنة المطروحة بالتأكيد أنت بتتكلم على متطلبات دولة بتزيد كل سنة بس فيما يتعلق بمعدل الزيادة السكانية الدولة يعني نجحت نجاح كبير جدا فيه خفض معدل الزيادة السكانية كان آخر إعلان تم أن الرقم نزل ليه 2.4 من 10 مولود لكل أسرة وده معناه أن احنا نجحنا فيه الخطط التوعوية والبرامج الصحية اللي بتوجيها وزارة الصحة أن هي تزود الوعي بأهمية انخفاض أعداد الموليد ده بيكون في صالحهم وصالح الدولة لأن الدولة بتضخ مليارات الجنيهات كل سنة على عمليات التنمية وزيادة الوحدات الصحية والمستشفيات والمدارس وبالتالي ده لما الدولة بتعمله بشكل كبير جدا في مقابل انخفاض لمعدل الموليد المواطن نفسه هيشعر بمدى تميز الخدمات اللي بتقدم برضو مبارح كان فيه يعني شفنا ان الوزارات بتعمل مش بجزء منعزل يعني كنا دايما بنشوف توافق كنا محتاجين توافق كبير ما بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية علشان كمان يكون فيه نظام ضريبي متكامل ومبسط لكل صغار الممولين وغيرها علشان تشجيع الاستثمارات بشكل كبير قراءة ده زي مبارح من بعض القرارات والحدم الاستثمارية اللي كانت موجود بص يا سوزة دينة احنا دلوقتي عندنا كلمة السر للدولة المصرية هو ملف الاستثمار العنوان العريض الاستثمار وطالبنا كتير بوزارة الاستثمار علشان يكون فيه تسهيلات كبيرة للمستثمرين اللي انا شايفه فيه تحليلي للمشهد ككل ان الحكومة كلها بتشتغل على ملف الاستثمار وهدل حضرتك شواهد على ده عندنا رئيس الوزراء نفسه بيعقد اجتماعات مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين والمستثمرين الاجنبيين عندنا نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بيجتمع بالمستثمرين والمطورين الصناعيين عشان يزلل كل العقبات والتحديات اللي ممكن تواجههم عشان يسرع من وطيرة الاعمال عندنا رئيس الاستثمار عندنا رئيس المنطقة الاقتصادية القناة السويس عندنا نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بيجتمع مع المستثمرين في القطاع الصحي عشان يستثمروا في القطاع الصحي ويبنوا مستشفيات ويدخلوا عدد أسرة أكتر عندنا رئيس هيئة الاستثمار حتى وزير المالية بيشارك في المجهود ده بالتسهيلات الضريبية والمحفزة لتسهيل وترت الأعمال وتقليل الوقت والمجهود فاحنا بنشوف عمل جماعي للحكومة المصرية في إطار زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد انسوا طيب دكتور موضوع النظام الضريبي ده مهم جدا سواء كان للمستثمر المستثمر برضو عايز يتطمن وعايز يفهم هو هيدفع قد إيه ضريب عن استثماراته أو حتى الاقتصاد غير الرسمي ودي حاجة كدامة بتخوف الناس كده اللي هم شغالين في الاقتصاد غير الرسمي يقول لك أنا شغال كده كده في جنبه محدش هو خباله مني ولا حد شايفني إيه اللي يدخلني في نظام وابتدي أدفع ضرائب فأعتقد أن الموضوع بيحتاج محفزات في البداية ففي النقطة دي تحديدا إيه المحفزات اللي هتقدمها للدولة هتقدمها للمستثمر وكمان للناس اللي شغالين في الاقتصاد غير رسمي عشان يندمجوا في الاقتصاد الرسمي للدولة تمام حزمة التسهيلات اللي تم الإعلان عنها أمس دي ليه عديد من المكاسب أولا زي ما حضرتك أشرت أنه هيساهم في دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسم يعني وفقا لآخر تقديرات أن الاقتصاد غير الرسمي بيمثل حوالي 50% من الاقتصاد الرسم وإحنا بنتكلم على حجم مناتج محل إجمالي وفقا للعمل مالي الحالي بنتكلم في 17 تريليون جنيه يعني إحنا لو بنقول 50% يعني إحنا بنتكلم في حوالي 7-8 تريليون جنيه لو الدولة استطاعت أن هي تكتزب 2-3 تريليون جنيه للناتج المحل الإجمالي الرسمي ده هيفرق معنا كإرادات ضريبية هتزود من حصيلة الضرائب فهيزود من الإرادات العامة فهيدي قدرة وملاء مالية أكتر للحكومة أنها تزود المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة والبرامج الاجتماعية أكتر لأننا يعتبر زي ما إحنا كلنا عارفين أن الحصيلة الضريبية دي بتمثل نسبة كبيرة من الإرادات العامة للدولة وبالتالي لما بتزيد بتزود أريحية للحكومة أنها تقدر تتحرك السبب عبق على الدولة دلوقتي بالزبط كده فأول حاجة أنه هو هيساهم بشكل كبير جدا في عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي لأن العرض اللي تم استعراضه أمس فيه الشرايح بتاعت الضريبة اللي هو لو أنت عندك حجم أعمال للشركة بتاعتك أو المصنع أقل من 15 مليون جنيه ده هيساهم معك بشكل كبير أول شريحة اللي هي من 250 ألف دي هتدفع ألف جنيه في السنة أعتقد أنه هو رقم يعني ضعيف بالنسبة لحجم الأعمال حجم تمويل المشروع تصد؟ لا لو أنا عمدي مصنع أو شركة حجم المبيعات بتاعتها أقل من 250 ألف جنيه فبيكون علي ضريبة ألف جنيه سابتة ده ما كانش بيحصل قبل كده هو عمل شرايح تدريجية من 250 ألف جنيه وبعد كده 250 ل500 تدفع ألفين ونص وهكذا بالتدريج لغاية ما يوصل لأقل من 15 مليون جنيه حجم أعمال سنوي تدفع 1.5% عن حجم الإراد أو المعاملات المالية بتاعتها 150 تقريباً 150 ألف كده تقريباً عن 15 مليون بالضبط أعتقد أنه مش رقم يعني مقارنة لما نيجي لإيها النسبة أو إيها جد ده هيساهم معي في إيه بقى؟ هيساهم أن تكاليف التشغيل والإنتاج هتقل على المصنع أو المنتج فبالتالي هيدي فرصة أن إنتاج الوحدة من السلعة دي هتبقى بسعر مناسب لما يجي يترحى في السوق المحلي فهيبقى سعره تنافسي هيبقى عنده ميزة أكتر أنه هو يصدر بسعر أكثر تنافسي فهنا دعمت المنتج حلي ودعمته في التصدير كمان بالضبط كده فهيساهم معي في الهدفين الأكبر للدولة المصرية اللي هي اللي بنرسم حواليها السياسة الاقتصادية للدول أن إحنا يبقى عندنا اقتصاد قوي تنافسي يقدر يحقق معدل نمو اقتصادي مستدام بمعنى أنه هو يفضل يرتفع كل سنة هيبقى عند الهدف التاني اللي الدولة المصرية بتشغل عليه بقالها كتير أن إحنا نوصل لحجم مصادرات مصرية وفقا لبرنامج الحكومة الحالي لـ 103 مليار دولار ده الحوافز دي هتسهل في عملية الوصول لتلك المستهدفات خلال الفترة القادمة طيب شايف إزاي تفعيل مانظومة المقصة المركزية إزاي هيستفيد منها صغر الممولين وكمان المثثمين بشكل كبير يعني دي أكتر حاجة يعني إيجابية في المنظومة اللي تم الإعلان عنها ليه؟ لأن كان دايما مجتمع الأعمال كان بيطالب دايما بسرعة رد الأعباء التصدرية للمنتجات اللي هو بيصدرها فكانت بتتأخر كتير فكانوا بيطالبوا أن بدل ما الفلوس أو المستحقات بتاعته تفضل موجودة ما قدرش أستفيد منها؟ لأ خدها وسدد بيها الضرابة المستحقة عليها وبالتالي دا هيساهم كتير جدا في عملية تسريع تسريع وترت الأعمال وبالتالي هقدر استفيد أنا كمصنع أو مصدر بالاستفادة من المبالغ المالية اللي ليه عند وزارة المالية؟ إن أنا سدد الضريبة بتاعتي وبالتالي أبقى قدام الدولة وقدام وزارة المالية أنا راجل ملتزم ممول ملتزم بسدد كل العلية في توقيتاته المحددة طيب أنا شايف كمان يا دكتور اللي أول مرة هيكون فيه مجلس تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية ده شيء رائع بقى نفهمه دفعا ليه؟ تكوين مجلس استشاري لأن دايما كنا بنشوف فيه قرارات ضريبية ممكن تكون متعارضة مع قرار تاني اللجنة دي أو المجلس الاستشاري هيقدر أنه هو يقرأ القرارات دي ويعني يعمل تطابق مع القرارات التانية ويشوف هل لها تأثيرات سلبية لما القرار ده يطلع وفي ظل القرار موجود ولا مش هيبقى فيه تعارض ما بين القرارين يؤثر على انتجية الممول أو يعطله موارد مالية مستحقة ده هيحتاج أنه يكون فيه ممثلين عن كل الهيئات المعنية وكل الوزارات المعنية يعني خلينا أقول لحضرتك أن وزير المالية صرح أنه قعد مع كافة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين وكل أطراف الصلة فأكتر من 20 اجتماع ليه؟ عشان يقدر يفهم رؤيتهم والمقترحات بتاعتهم وجهة النظر وهو قال بالفعل وزير المالية أمس أن كل اللي احنا بنعرضه ده من خلال التوافق مع كل أطراف الصلة ومجتمع الأعمال عشان يكونوا داعمين أكتر لعملية التنفيذ ويكونوا فيه امتسال طوعي لتنفيذ المنظومة الجديدة وده اللي هيخلي مستهدفات المنظومة تتحقق بشكل سريع وسلس كمان من الأخبار يعني أو يمكن التصريحات التي تقلت بالأمس ويمكن كتير أو من صغار الممولين أو أي مستثمر بيخاف أنه هو يروح يبادر بالتسجيل لأنه بتطبق عليه الضرائب بأثر رجعي من قبل كده فدلوقتي خلاص أي حد هيبدأ بالتسجيل الفترة اللي جاية مش هيطالب أي ضرائب يعني ماضية ليه بالضبط يعني النظام الجديد بيطالب الممول اللي هيدخل المنظومة إن أول فحص بعد خمس سنين بالنسبة للناس اللي هتخش من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي هيبس مش هيطلبه بأثر رجع عن أي إقرارات ضريبية أو أي معاملات مالية يعني يندرج عليها أو يتم محاسبته عليها بأثر رجعي في مبالغ إضافية لا الدولة بتفتح صفحة جديدة مع كل مجتمع الأعمال وبتقول له اتفضل إن المهم بالنسبة للدولة المصرية إن هي تزود القاعدة الضريبية مش عشان استثمارات اللي بيتم ضخها في الدولة بتنقسم لشقين الشق الأول الاستثمار العام اللي هو من خلال حكومة من خلال وزارة التخطيط اللي هي بتبقى عندها الباب السادس بتاع الاستثمارات العامة اللي بتضخ فيها المشاريع لكن عندنا جزء أهم والدولة بتشتغل عليها بقالها فترة الاستثمار الخاص استثمار القطاع الخاص احنا بالدولة بتسعى إن هي تقدم كافة الحوافز الاستثمارية والضريبية بحيث إن مساحت أو مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية تزيد وبالتالي نقدر نحقق كل المستهدفات الخاصة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي ونوفر فرص عمل تساهم في تراجع معدل البطالة تساهم كمان في زيادة التدفقات الدولارية للدولة المصرية وتأمين أكبر احتياطي نقدي عشان يواجه التحديات اللي احنا بنشوفها كل ساعة وكل وقت صحيح أعتقد ده كمان بيتطلب إن احنا يكون عندنا خريطة استثمارية لأن ده مهم جدا فيه مستثمر جاي عايز يفتح مشروع أو صغار المستثمرين زي ما كان دينا بتتكلم شباب صغير مثلا عاملين شركة صغيرة وعايزين يفتحوا مشروع فكرة توجيههم لأكثر القطاعات يقدروا يحققوا منها عائد وإحنا في احتياج كمان للتصنيع بتاع الدولة بتشتغل في الإطار ده على ثلاث محاور المحور الأولاني هي خريطة الاستثمار هي موجودة وبيتم تحدثها كل فترة وبيتم إدراج عليها بالضبط كده لأن كل فترة بنشوف إيه القطع اللي موجودة وفقا للمساحة الجغرافية أو التوزيع الجغرافي للمحافظات لأن الدولة وهي بتشتغل هي ما بتحبش تركز على محافظة واحدة تنميها لا الدولة بتشتغل بمفهوم النمو الاحتوائي بمعنى أن أنا بعمل مشروعات بحيث أن هي تجيب لي عائد العائد ده يكون توزيعه على كافة شرائح المجتمع في كافة المحافظات وبالتالي الخريطة الاستثمارية بتكون موزعة على كافة محافظات الجمهورية الدولة عندها الشق التاني عندها صناعات بعينها محتاجة أن هي تنميها وتطورها وتزود عائد بتاعتها وبالتالي ده بنشوفه فيه المجمعات الصناعية اللي هي بتبقى بتمثل مفهوم العناقيد الصناعية بمعنى أن أنا بشوف منتج بشوف الروابط الأمامية والخلفية يعني مثلا أنا بصنع غسالة بشوف مين اللي هيعمل المطور مين اللي هيعمل اللوحة فدي كلها صناعات متكاملة عشان يقدر يعمل منتج نهائي ويستفيدوا من المزايا التنفسية في المهارات الفنية والتكنولوجية للصناعات وهم متجمعين في منطقة واحدة وده بيكون لي عائد كبير جدا على المستثمر الصغير لأن المستثمر الصغير ممكن ما يكونش عامده تكنولوجيا كبيرة فيقدر أنه هو يخش في عملية تكاملية مع مصنع تاني عامده التكنولوجيا هو يورد له جزء أو مكون من المنتج ده النهائي فيقدر ده يتوسع وينمي أعماله ويزود إنتاجه وممكن يساهم بالمكون ده أنه هو يصدره بره مش ممكن برضه أنه هو يديه للمصنع الرئيسي وده اللي بنشوفه في مبادرة إبدأ مبادرة إبدأ بتخش بتشوف المصانع المتعسرة وعمل التفرة حقيقي خلال الفترة الماضية نحن كنا نتكلم تقريبا على 3000 مصنع متعسر هما انتهوا تقريبا من أكتر من 1500 مصنع وابتدوا في المكونات الصغيرة وبالشراكات دلوقتي بيبتدوا يعملوا شراكات دولية يعني انطلقوا من المحلية إلى الدولية عشان يزودوا وبرضه بيشتغلوا في نفس مصاري الدولة الأساسي في زيادة حجم الصادرات المصرية صحيح يمكن حضارك يعني ملخص اللي حضارك قلناه النهاردة ان احنا طبعا مع نظام بسيط وسهل جدا للدرائب مع مراعاة صغار المموولين وغيرهم وكمان يكون في حدث استثمارية قوية موجودة لدعم الصادرات ده بالتالي هيخلي عندنا اقتصاد قوي فبالتالي كمان هيقلل معدل التضخم بحلول عام 2025 بإذن الله بالتأكيد أي انتاج كبير بيساهم في تراجع معدل البطال اكيد انا بشكر حداك شكرا جزيلا عن نوارتنا دكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا